بهذه الأزياء التي جمعت الموروث الشعبي من عموم محافظات الجمهورية كان الأطفال زاوية التراث اليمني حضورا لافت وهم يشاركون في المعرض العلمي والإبداعي الأول الذي أقامته مدرسة الأوائل في مدينة جعار تم تجيز هذا القسم بتعاون جميع الطلاب المبدعين الذين شاركوا من كل صوبا ودوب بأجلاب هذه الأدوات التراثية الأبنية إلى هذا الجناح فكان جناح مميز صراحة جدا جدا الأطفال الذين شاركوا لأول مرة في المعرض جسدوا هذه الفكرة بالكثير من الإبداع حيث بدت الفعالية الثقافية والتعليمية ملفتة ومزدحمة بالزوار الذين لفتت انتباههم طبيعة الفعالية الثقافية الأولى من نوعها في محافظة أبيان شفت أنه فيه من الطلاب والطالبات لديهم أفكار ذهنية كبيرة والمدير المدرسة والمدرسات عطوهم كثير حافظ حتى يقدموا مواهبتهم أروى مسؤولة زاوية العلمية في المعرض تتحدث حول الفعالية التي أظهرت الكثير من المواهب خلال المشاركات المتميزة هنا في مدينة جعار بشكل عام كان معرض علوم معرض متميز تم عدد هذا من خلال تكاثف المعلمات من خلال تكاثف الطلاب مع بعضنا مع بعض مساعدتنا من خلال قهود الأدارة التي بدلت قهود كبيرة بعد جهود كثيرة متواصلة جاءت الفعالية بتعاون الضاقم التدريسي ليكون هذا التميز خلاصة ترتيبات استمرت قرابة عام الهدف الأساسي هو تنمية وأفكار وأظهار أفكار الطلاب وعرض ونشاط الطلاب خلال العام على المجتمع لكي لن يكون علاقة ما بين الطالب وما بين المجتمع ونتيجة التحصيل التي تحصلوا يخل العام الدراسي استثمار المدارس الإجازات الصيفية لأقامة معارض علمية وإبداعية كان فكرة نموذجية حضيت بالكثير من الإشادة والاهتمام خصوصا في ظل ترد الواقع التعليمي في محافظة أبيان لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان